اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بما تحقق من مؤشرات إيجابية ونتائج متميزة ومردودات ملموسة في إطار الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي والانفتاح على خطا تنموية متقدمة تعزز من النهضة الوطنية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نعم عليها أكدت أن ما أنجز من برامج فعالة وخطط مدروسة يعكس حجم الجهود الجبارة للحكومة الموقرة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء والعاطئات التي تم تسخيرها في سبيل الوصول إلى النتائج التي أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بخصوص نتائج الإقفال النصف السنوي للوزراء والجهة الحكومية ثمنت زين الجهود وعمل الحكومة في تحقيق تقدم في مجال التوظيف الأمر الذي ساهم في انخفاض نسبة البطالة مؤكدة أن ذلك يمثل واحدا من مؤشرات العمل الجاد في توظيف التقدم التلموي أشارت معاليها إلى أن ما تحقق من منجزات تلموية واقتصادية خلال فترة وجيزة يبرهن قدرة مملكة البحرين على تجاوز التحديات أكدت معاليها حرص السلطة التشريعية على تقديم الدعم الكامل للجهود الوطنية من أجل تسريع الإنجاز في كافة البرامج والخطط التلموية وأشارت معاليها إلى حرص مجلس النواب الدائم على تطوير المنظومة التشريعية والمساهمة في نهضة البلاد وفقا لخطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي